بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إزيكم يا شباب عاملين إيه أتمنى يا رب تكونوا بخير لو في حد بعت لك رسالة على الانستجرام وبعد كده حذف الرسالة دي وإنت ملحقتش تشوف الرسالة وحابب تشوف محتوى الرسالة ده كان إيه هو ده اللي احنا نتعلمه مع بعض فيديو النهاردة ولكن ياريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة ويلا بينا مبدئياً كده لما حد بيحذف الرسالة اللي بعتها لك على الانستجرام بيختفي مكانها فوراً أما بالنسبة للواتساب أو المسينجر لما حد بيبعت لك رسالة وبعد كده يحذفها بيجي مكان الرسالة المحذوفة كلمة تم حذف هذه الرسالة بالنسبة للانستجرام إزاي بقى نقدر نعرف إيه هي الرسالة التي تحذفت دي وإزاي نقدر نوصلها مرة تانية لما حد بيبعت لك رسالة من الانستجرام أن يأتي لك في الرسالة. كمسان بسارة عند استعمال تتواجدها ترشي تأخذ عن ذلك أناس شعرنا مني mistaken به ومن الشas هذاже بالنسبة لك الرسالة اختفل من شهرت ومنه ختم hub لنب ίه واستعمال السجل الاشعار أÜه بص нашего سجلي يمكنت طريقة ق Robe فيكل لك ليس شرطي من استجرام But أيífic من حج由 يتم حافظه بالنسبة لي طيب ده شيء جميل جدا إزاي بقى نقدر نوصل لسجل الإشعارات ده عن طريق إعدادات الموبايل هنروح للإعدادات كده مع بعض وبعد كده هننزل تحت شوية هنختار من هنا الإشعارات وشريط الحالة أو ممكن تكون الطريقة مختلفة شوية من موبايل للتاني يعني أنا موبايل يقوب وإنت موبايل لك سامسونج وممكن تكون الطريقة مختلفة بيني وما بينك فالأسهل إنك تيجي فوق هنا وهندوس على البحث من فوق هنا في الإعدادات وهنبدأ نكتب سجل الإشعارات زي ما حضراتكم شايفين آدي سجل الإشعارات ولازم طبعا تكون الهمزة تحت الألف عشان خطر نضمن إن سجل الإشعارات تظهر معنا بالشكل ده هندوس عليها كده بقى مع بعض هنختار من تحت هنا سجل الإشعارات زي ما حضراتكم شايفين ده كده آخر إشعارات وصلتني من شوية اشعار من اليوتيوب اشعار من الانستجرام في رسالة جاءت لي عنوان السلام عليكم بعد كده هذه الرسالة اتحذفت لايضا موجودة في الشات ولا بقت موجودة في اشعارات الموبايل ولكن في قسم سجل الاشعارات سنجد هنا كل الرسالة والرسالة التي جاءت لنا من مكان اي حد ان بعث لك رسالة من الانستجرام اي حد ان ح слишком هنا وفي الواتساب وفي الماسنجر وفي أي موقع اجتماع اي حد ان بعث لك رسالة ويحذفها تعال هنا في سجل الإشعارات هتلاقي هنا كل الرسالة اللي جات لك وتقدر بكل سهولة تعرف ايه محتوى الرسالة اللي اتحزفت دي بس وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى تكونوا استفادتم بفيديو النهاردة ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدر تكتبوه في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم على طول واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد مع السلامة